يوجد أيضا خبر آخر والله غير الناس راهي في حداد في موت صح كان شي ناس ننقره في مواقع التواصل الاجتماعي تلغي حفلات وكان من المقرر أن يكون هناك حفلات غنائية وهناك من يتمسك بهذه الحفلات الغنائية كيف إحنا نقول عقب من الله وكان شي ناس بغين يديروا حفلات في السان فالونتا عيد الحب ألغيت حفلات عدد من الفنانين العرب التي كان من المقرر إقامتها في براير الجاري بمناسبة عيد الحب تضامنا مع ضحايا الكارثة الإنسانية لا أغير في يوم الخير ففي قطر أصدرت إدارة جزيرة المهة بيانا أعلنت في إلغاء حفل الفنان عمرو دياب الذي كان مقررا يوم 14 فبراير ورأى مغردون أن هذا يمثل تشسيدا للأخوة الحقيقية مش عارفنا إلغاء حفلة كيف تشسيد الأخوة الحقيقية المهم المطلب المصري هاني شاكر قرر تأجيل حفليه بمناسبة عيد الحب هو تاني واحد كان في لبنان واحد في سوريا والمطلب اللبناني واق الكفوري وكاين المطلب هاني سيعة جرام قالت لن ألغي الحفلة في الكويت ولكن سأتبرع براتبي في الحفلة ضحايا الزلزال هذه اللي قلها فتوها هذه بصحة إحنا رأنا في حالة حداد والناس تتحدث عن حفلات وعيد الحب فالمسألة كما قلت مرتبطة أيضا بالجانب الديني ومرتبطة بالبحث في الأسباب الدينية لمثل هذه المصائب التي تقع